اشتركوا في القناة يشكك بقدرة قطر على احتضان هذه المناسبة الكروية الضخمة بسبب الأزمة الناجمة عن إصرار الدوحة على دعم وتمويل الإرهاب والتعامل مع إيران على ضرب استقرار المنطقة لا تزال المكابرة والتعنت ركزتين أساسيتين تسوغان للنظام القطري سعيه المشبوه لتنظيم حدث أكبر بكثير من أن يقام في بيئة تحفها الريبة وتديرها الرشا والتهديدات وفي نهايتها مقابر جماعية لأياد عمال ظلم ونهب وكانوا ضحايا لدفع كلفة إنشاء مونديال العالم 2022 ذلك الحلم الرمادي فما يكابده العمال الأجانب تحت وطأة النظام القطري كان مدعاة قلق العديد من الجهات الحقوقية والإعلامية التي استنكرت على ذلك النظام وعملته المجرمة مع العمال وسلبه حقوقهم وإجبارهم على العمل لساعات طويلة ما أدى إلى مقتل المئات منهم أمام أعين أمراء قطر بدأ من بارد ومن التقارير الهامة في هذا الشأن ما صدرته صحيفة اندبندنت البريطانية في صفحاتها مقالة تنبه العالم إلى الظروف القاسية التي يكابدها العمال الأجانب في قطر لتشييد مرافق كأس العالم 2022 وعلنت الصحيفة مادتها بعمال قطر ليسوا عمالا بل عبيد وهم يقيمون قبورا ولا يبنون ملعب والتي بيّنت حجم الانتهاكات الجائرة بحق العمال وسلبهم أهم حقوقهم في العيش الكريم والعمل وفق مبادئ حقوق الإنسان والعمال وعلى الجانب الآخر أصدرت كورنرستون جلوبا للاستشارات تقريرا بشأن المخاطر المحيطة بإقامة كأس العالم 2022 في قطر حذرت من خلاله الشركات التي تعمل على المشروع في الدوحة أو لها علاقة بالمشروعات الرياضية من خسائر متربصة وتضمن التقرير تحليلا للأرقام والمخاطر المالية والاقتصادية المحيطة بمشروعات قطر المرتبطة بكأس العالم إضافة إلى تحليل المخاطر السياسية في ضوء أزمة قطر ومقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها ففي حال أقيم المونديال فعلا في قطر عام 2022 فإنه سيكون الأعلى كلفة بأضعاف مضاعفة في تاريخ مسابقات كأس العالم قاطبة إذ تشير التقريرات الأولية إلى أن قطر ستنفق 200 مليار دولار على استضافة كأس العالم ما يعني أن نصيب الفرد من مواطني قطر البالغ عددهم 313 ألف نسمة سيكون 6 ملايين و 400 ألف دولار لكل فرد فكلفة إنشاء المونديال في قطر إذا حدث ونظمته ستبلغ أضعافا خيالية إذا عرفنا أن كأس العالم 2014 في البرازيل كلف 15 مليار دولار وفي جنوب أفريقيا عام 2010 كانت التكلفة 3 مليارات وفي ألمانيا في عام 2006 كلف ملياري دولار كما أن المشروعات أصبحت متأخرة شهرا على الأقل عن جدولها المحدد ولم يفلح المقاولون والشركات في إقناع السلطات القطرية بتحمل فارق الزيادة في التكاليف وهذا ما أجبر المقاولين على تقديم 30 قضية على قطر في غرفة التجارة العالمية بحلول عام 2015 ويعتقد أن هناك عددا أكبر من قضايا تتخلف فيها قطر عن دفع مستحقات المقاولين والمتعاقدين الذين يخشون نقل النزاع لغرفة التجارة العالمية خشية من إنهاء أعمالهم في الدوحة ونتيجة لذلك تتزايد احتمالية نقل استضافة كأس العالم لعام 2022 إلى دول أخرى مثل أستراليا أو الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الأزمة التي تعانيها قطر بسبب تقارير فساد وتداعيات مقاطعة الدول الأربع للدوحة لدعمها للإرهاب وفقا لصحيفة الديليميل البريطانية